ويعني محدث الصحف أو المنشتات أنه لا داعي للهلأ رغم أنه فيه منشية آخر معاكس لنفس المنشية هذا إن شاء الله نقرأ الصحف ومن ثم نعود للتفاصيل ونبدأ معاكم مع جريدة الشاهد المنشية الرئيسي لجريدة الشاهد الأشغال فضائح لا تنتهي خططها لمواجهة تداعيات الأمطار على مدار السنوات الماضية تسببت بإلحاق الضرر بمركبات المواطنين الحفريات والمطبات منتشرة في جميع الطرقات الرئيسية والفرعية وتأرض حيات غائدي المركبات للمخاطر رغابة الوزارة على شركات المغاولات ضعيفة وتقوم بتقسيم أعمال المشاريع على المغاولين دون تنسيق بعض الطرق الرئيسية تتحول فجأة من أربع حارات إلى مداخل ضيقة ما يؤدي إلى حوادث مأساوية إعادة فتح منفذ العبدلي بين الكويت والعراق موسكوة الغرب يشوه الحقائق عن نووي إيران اللجنة الإسكانية تفاعلت مع غنات الشاهد ووافقت على تراخيص غسائم خيطان الجنوبي المتوقفة منذ خمس سنوات الجمهور طرد لجنة خيطان الجنوبي في حضور اللجنة الأسبوع الماضي حماد يتم الجمهور بتجاهل مناغشة خدمات غرب أبد الله المبارك برنامج الأغذية العالمي اليمن يعاني أسوأ أزمة إنسانية نصف احتياطيات الذهب العربي تملكها السعودية ولبنان السعودية أولاً والكويت سابعاً الليرة التركية تواصل التعافي روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى عدم تشويه الحقيقة مشاهدين هذا ما جاء في جريدة الشاهد ننتقل معكم إلى جريدة الأنباء أموكرون يتغلغل ولجنة كورونا الحز مواجب الحالات الاثنائش المكتشفة حديثاً لأشخاص قادمين من عدة جهات أوروبية وتم تطبيق الأزل الصحي واتخاذ الإجراءات الوقائية المعتمدة معهم الإسكانية أذونات بناء خيطان الجنوبي بعد أسبوعين الجمهور البلدية ستخاطب الكهرباء والأشغال والطرق وحمد لإصدار أذونات قرب أبد الله المبارك التمييز تؤكد حقية 14 مواطن في التعيين كمحاققين تمديد أقد كاميرات الضبط المروري تسليم الحرم الطبي من مدينة صباح السالم 20-27-20-28 التربية الأودة الكاملة للدراسة مشروطة موافقة الصحة ونتمنى أن لا تعود إلى الكي سمير الكندري داعش في المياف فقط من النفايات بالكويت يعاد تدويرها الناتو جاهز بالرد السريع وألمانيا قلقة من تهديدات بوتين موسكو ترحب باستعداد واشنطن لبدء محادثات بشأن مقترحاتها الأمنية ما أطلع الآن كورونا الصين تحجر على 13 مليون وتركيا تجيز لغائحة تورك فكور الصحة العالمية تعلن تجيز 5 ملايين وفاوة 270 مليون إصابة عالميا شاهدين هذا ما جاء في جريدة الأنبان ننتقل معكم إلى جريدة الجريدة إجماع شعبي على رفض توزير نواب التنفيذ والمحاصصة شخصيات وطنية أكدت أن ضمهم للحكومة تجربة فاشلة تتحكم فيها المصالح الانتخابية مشاري العنجري التوسع في توزيرهم يحل بالنظم الإدارية ومبيد ذكاء الفرس والمساواة جاسم السعدون خطوة فاشلة والأقدم عليها في حكومة المحاصصة مضيئة الوقت قد يفقفون ضد الإصلاح لتعارضه مع استمرارهم في الكرسي حكومة غائبة حتى لو حضر التشكيل الوزاري توسع في توزير النواب وفق النظام الفردي الساعد بالبلاد يدمر مؤسسات الدولة 12 إصابة جديدة أوميكرون غادمة من أوروبا السيسي يقلص دعم التموين إلى فردين في الأسرة الرئيس لساورس حصت شركتك 75 مليار جنيه فإزاي مش بتشتغل الصحة تطبيق العزل والإجراءات الوقائية والتغصي الوبائي على المصابين ولجنة كورونا التراخي في الاحترازات زاد الإصابات وحالة المخالفين للجهات القانونية والبيت الأبيض ينشر الشبح في استراليا والكريملين يوسع برنامج أسكرة المجتمع مشاهدين هذا ما جاء في جريدة الجريدة ننتظر معكم إلى جريدة النهار المنشيط الرئيسي لجريدة النهار لا حضر لا إغلاق 12 إصابة جديدة في أوميكرون غادمة من بريطانيا وإيطاليا والتعليم عن بعد وخفض نسبة الحضور في الدوام والدول المحضورة غير الدراسة طواري كورونا رصدنا تهاونا في لبس الكمام والسماح بدخول غير المحصنين للمجمعات الثالثة زايدة الجيش الأمريكي ينتج لغاحا مضاد للكورونا وكل متحوراته الديون زادت والمنح تراجعت 1.6 مليار دينار مرصودة للتنمية لم تطلها يد جنوب خيطان واقفة على 101 مليون ضاحت عبدالله السالم مدينة صحية عالمية مفتي مصر يدعم تفسيرا عصريا للغرآن الكريم مشاهدين هذا ما جاء في جريدة النهار وننتظر معكم إلى جريدة الرأي المنشيط الرئيسي لجريدة الرأي لا شعبية لحكومة المحاصصة السياسية وتحذيرات من أثمان باهظة ستدفع على حساب الوطن ولن تحقق أي إنجاز استثمارات بـ 32 مليار دولار خرجت من الكويت وجزر كايمان استقطبت 4.45 مليار دولار من أموال الكويتيين ماليزيا تتفاوض لشراء 33 مغاتلة هورنت من الكويت الحكومة العراقية سرع طي صفحة تعويضات الكويت والمركزي تدخل لتزديد الدفع الأخيرة ستين ألف انتلقوا الثالثة في أربع أيام وميكرون تحت السيطرة رأس 12 إصابة جديدة بالمتحور وساطة مصرفية الوقف معركة الغروض المجانية مشاهدين الكرام هذا ما جاء في جريدة الرأي ننتظر معكم إلى جريدة السياسة السياسة المنشيط الرئيسي الخالد محبط والاعتذار سيد الموغف الشيوخ من غير أعضاء الحكومة المستقيلة يرفضون صعود قطار التشكيل الجديد سبب الرفض في أغلب الحالات الشعور بانسداد الأفق أمام الحكومة وبأن أمرها قصير جدا الرئيس المكلف بين خيارين أحلاهم ومر فإما إنجاز التشكيل بالمتاح وأما الاعتذار المنس تكرر من كان سبباً في التعزيم لن يكون جزءاً من الحلوى الكويت أكبر من الجميع بذنات البناء في خيطان تشغل لجنة الإسكان فايز أكد موافقة البلدية على أصدارها الجمهور سنتصدى لتشويش ما في العقار ومناديبهم وستكون لهم بالمرصال 14 حكماً نهائياً بعادة تعيين محقين في الداخلية وإرادات الكهرباء 249 مليون دينار في ثمانية أشفر الصحة توسع مظلة التعزيزية التي تصبح من 16 سنة فما وفوق الإصابات تتضاعف و12 حالة أوميكرون إضافة 18 مركز رفعت المراكز المقدمة والتنشيطية لي 36 مركز مشاهدينا هذا ما جاء في جريدة السياسة ننتقل معكم مع الصحيفة الأخيرة لدينا وهي صحيفة القبس المنشيط الرئيسي لا داعي للهلأ فالأمور مستقرة بعد رز 2 إصابة لأوميكرون ومسؤول حكومي للقبس بزير الداخلية اللبناني صون أمن الخليج واجبنا ونحتاج تضامن الأشقاء العرب خاصة في المرحلة الراهنة الملف الغضائي لا مساومة ومقايضة الكويت تدرس بيع طائرات مغاتلة ودبابات ومعدات عسكرية خارج عن الخدمة ولن وتقدمت بشرائها منها ماليزيا مشاهدينا هذا أبرز ما جاء في صحفنا لهذا اليوم وودنا طبعا أعطيكم الجانب المختصر من نسبة يعني مثل ما أودناكم في بداية الحلقة دائما تكلم على الأحداث التي هي يومية أو وليدة اللحظة أو أنه تم الشارع والآن طبعا حديث الكل اللي هو الوباء وكيف هي التعامل معه طبعا في عندنا في الأنباء منشيط الأنباء يقول أمكرون يتغلغل ولجنة كورونا الحزم واجب في الغبس منشيط الرئيسي للغبس يعني ودن غار نحن ودائما يعني هذا يعني طبيعة برنامجنا المنشيط الرئيسي للغبس يقول لا داعي للهلأ فالأمور مستغرة يعني رغم أنه هنا يتغلغل وهنا لا داعي للهلأ وطبعا كل الصحيفتين تتكلموا على 12 حالة مكتشفة الأمكرون وغادمة من أوروبا هنا عندنا في الشاهد الصفحة الأخيرة كذلك عن الأمكرون الصحة العالمية تحذر من التجمعات الكبيرة في الكريسمس وإحنا قبل كم يوم ذكرنا لكم أنه الصحة العالمية قالت أنه بعد شهرين ممكن ينتشر في أنحاء العالم فبالتالي لا مناص أنه أخذ الحيطة والحذر شوفوا هنا دواخل الأخبار يعني يتكلم في بعض الصحف قالت شنو أنه في تهاون في تطبيق يعني في بعض الجهات شوفوا الجريدة هنا 2 عشي صابة وطبعا غادمة من أوروبا تطبيق العزل والإجراءات الواقعية والتغصي الوبائي على النصابين ولجنة كورونا التراخي في الاحترازات زادت الإصابات اليوم وصل أعتقد يعني حوال 100 إصابات 12 إصابة أمكرون ولكن في صفحة عامة الكورونا وهذا تقريبا فوق المية فبالتالي هي أن لجنة كورونا تقول أنه عدم يعني أخذ الاحترازات الصحية والمشروطة هنا زاد الإصابات وحالة المخالفين للجهات القانونية أعتقد مثل ما قلنا قبل كم يوم مشاهدين الكرام يعني حتى قرار مجلس وزر الأخير ولجنة كورونا تكلموا يعقد الدرجون في اتخاذ الإجراءات لحد الآن ما في شيء هذا شوفوا هنا النهار كذلك في السياق لا حظر ولا أغلاق التعليم عن بعد وخفض نسبة الحضور في الدوام والدول المحضورة غير الدراسة نفس الخطوات اللي قامت فيها بداية الجائحة قاعد قوم فيها الجهات المختصة في هذه الأيام وبالتالي متوقع يعني إحنا طبعا نأخذ الأمور الإيجابية المنشيط اللي هو لا داعي للهلأ ولكن نأخذ أيضا في الحذر أنه يعني قاعد يتغلغل وشر لابد منه ما في روح تحال ما نقدر إحنا يعني نقول لكم لا أخذوا راحتكم وكذا لدرجة شوف الخبر اللي قبل شوي ذكرنا لكم بالشاهد أنه التجماعات في الكريسمس فأنتم كيفكم كل واحد مخب رأسه ويعرف خلاص أعلم غير الدراسة وكيف يعني يبي يأخذ احترازات يبي يعني ما يأخذ الكمام كيف هو صحته وشي راجع لكن بالنهاية لا صح ولا صحيح عدم تطبيق الاحترازات رح يعرض نفسه إلى المسائلة الغانونية هذا لجنة كورونا هي اللي غررت ما في حد غررت فبالتالي أنا أعتقد أنه لا يصح الا الصحيح نتمنى أن عدم الاختلاط هالأيام في التجمعات وخاصة بالرأس السنة والأمور هذه بالإضافة إلى الكمام في الأماكن العامة الدواويين يعني على الأقل السلام واحد يبتعد عن السلام هذا لأنه الواضح من خلال المعطيات وأعتقد إحنا ذكرنا لكم يعني تعمدنا لكم أكثر من خبر ومضعت من كل خبر يعني من كل جريدة خبر عن الأموكرون وأعتقد أن الحصة كافية اليوم من نسبة الأموكرون هنا يرد على الأشياء اللي متنوعة الشاهد منشيتها ويا حلو منشيتات الصحف الصراحة وخاصة إذا كانت يعني كل يوم خبر يختلف عن الذي قبله في بعض الصحف يعني عن الحكومة وعن التشكيل يومياً بالتالي يعني شوي يضيق الخلق يعني أولاً مثلاً يصير ملل لكن لما كل يوم خبر وتقرأ لك شيء متنوع فأنا كمقدم برنامج الحقيقة أستمتع في قراءة بعض الأشياء المتنوعة أما التكرار وكل يوم مثل ما يعني الغضايا اللي تكرر تشوفونا أنتم هذه شوي لكن طبعاً سالفة أموكرون أو الوباء يعني هذا حديث حديث الساعة وبالتالي عشان يعني نزيد من التوعية ونوضح لكم شنو آخر التطورات فلابد منها هنا الشاهد تقول الأشغال الفضائح لا تنتهي الحفريات والمطبات منتشرة في جميع الطراغات الرئيسية والفرعية وتعرض حيات قادية المركبات للخطر والله هذه الحقيقة ما يحتاجها العارف لا يعرف يعني صج الشوارع بعض الشوارع صراحة يعني وانت ماشي في أمان الله تحصل الشارع على درجتين مطبتين شارع رئيسي وكارثة ولا صراحة ومنسي يعني أمر غريب عجيب يعني الكل عارف أكيد مر على هالشي هذا فبالتالي ما أقول لكم أي مكان يعني ما أكن كثير على الحقيقة رغابة الأزيرة على شركات المغاولات الضعيفة وتقوم بتقسيم أعمال المشاريع على المغاولين دون تنسيق بعض الطرر الرئيسية تتحول فجأة من أربع حارات إلى مداخل ضيقة يا أساتر يا رب يتشو خاصة بالليل وإذا واحد نظر لك عليه شوي وياما وياما يعني البارح في برنامج دواني أخواننا يعني يقول لك فيه مدخل الدوحة صوب جابر الأحمد يعني أنت داش في الخط السريع وتحصل داخل بوسط الشارع اللي هو الحاجز وحتى ما فيه إضاءة يبين لك أن هذا الحاجز يعني يمين وليسار يعني مشكلة مشكلة كبيرة الحديقة فنتمنى أنه يتحاشي هذا الأمر ويعني وضع حد لهذه المعضلة طبعا الشاهد عودتنا على أخبار الدولية هنا موسكو الغرب يشوه الحقائق عن نووي إيران طبعا هي حليف لإيران وبالتالي يتكلم على ضد الغرب الجهات مثلا أمريكا وبريطانيا وأوروبا يتكلمون طبعا العكس والتجاذب هذا تعودنا عليه الحقيقة وما أخوض خيره يعني التهديد والوعيد وهذه الأمور هذه كلها تصب في محاولة ابتزاز دول الشرق الأوسط في بيع الأسلحة لا أكثر ولا غال هذا باختصار كلها اللفة هذه وعرغم أنه من سنوات طويلة على موضوع إيران والنووي الإيراني وإحنا كل يوم نقرأ وملينا وإحنا نقرأ ويعني هذا جاك الذي وجاك ولده يوميا والله نحن بنضرب إيران وهذا كلها كلام فاضي لابتزاز دول بعض الدول الشر الأوسط اللجنة الإسكانية تفاعلت مع غنات الشاهد ووافقت على تراخيص قسام خيطان الجنوبي الحقيقة واضح حتى النواب صار يعني بالإضافة إلى يعني المعارضة قاعد واحد طق الثاني الحين بدأ حتى النواب اللي في اللجنة الإسكانية أو في اللجان المجلس الأمة بدأ كل واحد يحاول يجر النار صوب قرصة كل واحد يحاول أن يكسب بناخبين على حساب الآخر وبالتالي المهاترات السياسية هذه بدأت مكشوفة نحن نبي العنب ما نبي الناطور خلاص نفذوا المشروع وتواصلوا مع الجهات الحكومة ويخلصونا ملاينا يعني هذا الحكي صالة سنتين مشاهدين الكرام ونقرأ لكم مشروع خيطان الجنوب وخيطان الجنوب وانتعارفين هالشيء هذا ومرة السعر ارتفع ومرة السعر نزل ومرة المغاول ومرة الميزانية يعني شيء صراحة هني طبعا الجريدة تكلم على إجماع شعبي على ترف التوزير ونواب التنفيه ومحاصص طبعا أخذت شخصيات عامة اللي هما نواب سابقين أو وزراء وشيء مكشوف ومعروف يعني ما يحتاج يعني نواب يعني نائب يكون حطة وزير شيء يسوي يعني خاصة إذا كانوا نائب خدمات بالأصل يبي يحط كل جماعته في الوزارة هذه ويغير السيستم اللي كان ويغير الخطة اللي الوزير السابق كان واضع الخطة وهذا هو سبب تخلفنا وسبب الفساد وسبب تأخير المشاريع هذه مفروض أن يعني يكون خطة يعني على مستوى الوزارة بحيث أن تغيير الوزير لأن الوزير أصلا منصبه سياسي تغير الوزير ما تغير الخطة يا جماعة شيء يعني أبسط بجديات الإدارة يعني أما بهذه الطريقة وأنك تحط مثلا خاصة إذا كان نائب هذا معروف عنا نائب خدمات وكان يعني مصيبة طامة الكبرى إذا كان داش فرعية وناجح بالفرعية ووصل نائب وتحط وزير وبالتالي أعتقد أنه المحاصص والمحسوبية هذا يتلعب دور كبير الحقيقة وهي اللي دمرت يعني كل شيء وكل شيء جميل وبالتالي نتمنى أنه يعني يكون التشكيل على مستوى الطموح وهناك لا شك أنه يعني يعني في السياسة تقول أنه الخالد محبط والاعتذار سيد الموغف ما أعتقد إن شاء الله هو أكبر من شذي سمو الرئيس وإن شاء الله يصل إلى التشكيل النهائي والتشكيل المناسب بإذن الله تعالى اللي الوصول إلى يعني يعني الهدف المنشود مننا مشاهدي الكرام عندي أخبار لكن وقته انتهى لأسف شديد أتمنى أنه إن شاء الله يعني إحنا قدمنا لكم الأخبار اللي تفيدكم نلتق بكم غدا بذن الله تعالى على الخير المحبة وتصبحون على خير اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر